في نظري التاقة المستغلة يتطلب الأمر أن نحسب نسبة الاستغلال الصناعي نسبة الاستغلال الصناعي تساوي حجم الانتاج الفعلي على الطاقة الانتاجية المتاحة للعام الماضي النسبة دي كانت معطى 50% وتستخدم لتحديد تكلفة مغزون أول المدة للعام الحالي نطبق القانون حجم الانتاج الفعلي كان معطى بـ 80 ألف وحدة سمعه على الطاقة الانتاجية المتاحة كانت معطى بـ 100 ألف وحدة تطلع 80% وتستخدم لتحديد حكتين التكاليف الثابت المستغلة للفترة الحالية وتكاليف مغزون آخر المدة بلاحظ أن نسبة استغلال العام الماضي تستخدم لتكلفة مغزون أول مدة نسبة استغلال العام الحالي تستخدم لحكتين عشان نحدد تكاليف الثابت المستغلة للفترة الحالية وتكاليف مغزون آخر المدة كده نشوف شكل قائمة التكاليف وفقا لنظرية تكاليف الطاقة المستغلة ببدأ بالتكاليف الصناعية المباشرة مواد مباشرة كانت معطى بـ 150 ألف وجور مباشرة كانت معطى بـ 250 ألف مجموحهم يديني تكلفة الأولية 400 ألف ريال أجمع لها تكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة اللي هي الـ 500 ألف في 60% تطلع 300 ألف والتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المستغلة اللي هي عبارة عن الـ 500 ألف دي اللي هي تكاليف الصناعية غير المباشرة الكلية الصناعية غير المباشرة الكلية نضربها في 40% اللي هو المكمل اللي هي مكمل الستين مكمل الستين في المية لان الستين في المية دي كانت متغيرة يبقى المكمل لها ستين يبقى المضرب خمسمائة ألف لها التكاليف الصناعية غير مباشرة ككل في الاربعين في المية يديكم الجزء الثابت أضربه في 8% اللي هي نسبة استغلال العام الحالي نسبة الاستغلال للعام الحالي يطلع الضرب 160 ألف ريال يبقى لو جمعت 300 ألف اللي هي الصناعية غير مباشرة متغيرة مع 160 ألف اللي هي الصناعية غير مباشرة السابتة المستغلة مجموحهم 460 ألف يبقى عندي 400 ألف تكلفة أولية اللي هي المباشرة زادة 460 ألف اللي هي مجموعة التكاليف الصناعية غير مباشرة المتغيرة والسابتة المستغلة مع بعض الإجمال لكله يطلع لي 860 ألف اسمه إجمال التكاليف الصناعية المستغلة خلال الفترة أضيف عليها تكلفة تحت التشغيل أول المدة المستغلة كان عندي 30 ألف دي اللي هي المباشرة تكلف صناعية مباشرة أجمع لها العشرين ألف كانت معطا اللي هي غير مباشرة متغيرة غير مباشرة متغيرة أجمع لها غير مباشرة ثابتة مستغلة اللي هو القز ده غير مباشرة ثابتة مستغلة الغير مباشرة ثابتة كانت أصلاً خمسين ألف لما أضربها في نسبة استغلال العام الماضي نسبة استغلال العام الماضي لأننا في مخزون تحت التشغيل أول يبدأ من أول نخد له نسبة استغلال العام الماضي يبدأ 30 ألف زائد 20 ألف زائد ضرب الخمسين في خمسين في المية يطلع لي 75 ألف أطرح تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر المدة يبدأ أخذ برضو المباشرة كانت معطا 60 ألف غير مباشرة متغيرة 40 ألف الغير مباشرة ثابتة مستغلة أخذ الخمسين ألف اللي هي الغير مباشرة ثابتة وأضربها في 8% اللي هي نسبة استغلال العام الحالي نسبة استغلال العام الحالي يبدأ مع مخزون أول خدنا استغلال العام الماضي مع مخزون آخر ناخد نسبة استغلال العام الحالي تطلع 140 ألف أجمع 168 ألف يطلع لي تكلفة إنتاج التام المستغلة خلال فترة 795 ألف أضيف عليها تكلفة إنتاج تام أول المدة المستغلة كان 100 ألف مباشرة معطى المغزون تكلفته أول المدة التام مباشرة 100 ألف وغير مباشرة متغيرة كانت 50 ألف أضيف عليها غير مباشرة ثابتة مستغلة غير مباشرة ثابتة مستغلة كانت 100 ألف أضربها في 50% لاستغلال العام الماضي لنسبة العام الماضي عشان نحن في أول المدة واطرح تكلفة إنتاج تام آخر المدة المستغلة كان عند المباشرة 150 ألف غير المباشرة المتغيرة 100 ألف غير مباشرة ثابتة مستغلة المية وخمسين ألف بس في 80% اللي هي نسبة العام الحالي العام الحالي يطلق بعد مجمع 795 ألف زائد المتين ألف ناقص 370 ألف تطلع علي 625 ألف ألف دي كده إيه قيمة التكاليف وفقا لنظرية التكاليف الطاقة المستغلة